اشتركوا في القناة في التوصل الى نتيجة مرضية بسبب تعنت الانقلابيين ورفضهم الالتزام بمرجعيات التفاوض وفي انتظار انقضاء فترة الثلاثين يوما التي حددها المبعوث الدولي ولد الشيخ احمد لبدء مشاورات جديدة في محطة جديدة ستكون ساحات المعارك اليمنية على موعد مع اجواء ساخنة على الارجح ما لم يحدث تقدم سياسي ما خلال هذه الفترة التصعيد العسكري في اليمن يعود مجددا الى مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية شهدت مناطق عدة مواجهات شرسة بين قوات الشرعية من جهة ومليشيات الحوث وصالح من جهة اخرى لليوم الثاني على التوالي تواصل قوات الشرعية عملياتها العسكرية التي اطلقتها لدحر الانقلابيين من مديرية نهم شمال شرقي صنعاء التقدم كان سريعا في نهم رغم صعوبة التضاريس في محاور القتال فقد استعاد الجيش الوطني تلالا عدة تطل على مركز مديرية نهم ما يمكنه من تحقيق مكاسب على الارض والسعادة ما تبقى من المنطقة الجبلية ذات الاهمية الاستراتيجية محافظة الجوف كانت هي الاخرى ساحة للمواجهات بين الطرفين مديرية الغيل معقل المتمردين في المحافظة تم محاصرة الماليشيات فيها من ثلاثة محاور بعد هجوم لقوات الشرعية الوضع في مديرية المتون المجاورة لا يختلف فقد ضيقت قوات الشرعية الخناق على الحوثيين المتمركزين في معسكر حام بعد استعادة تلة تطل على المعسكر الخاضع لسيطرتهم منذ 2011 وفي محافظة حج الحدودية مع السعودية شنت مقاتلات التحالف العربي أكثر من عشر غارات جوية على مواقع المتمردين الحوثيين ودمرت ثلاثة دبابات ومدفعين ومخزن للسلاح ويأتي هذا التصعيد العسكري كرد طبيعي مع انتهاء المشاورات في الكويت التي لم تحقق أي نتيجة خصوصا في ظل استمرار الحوثيين وحلفائهم في عدم الانصياع للسلام وتصعيدهم من خلال استكمال تشكيل المجلس السياسي في صنعاء وعسكريا من خلال الهجمات التي شنت من قبلهم طوال فترة المحادثات على مواقع قوات الشرعية الآن المزيد عن العمليات العسكرية للقوات اليمنية الشرعية الشرق صنعاء مع شانتال اجتداد العمليات العسكرية بينما توقف المسار السياسي على الأقل لهذه الفترة بالتفصيل كما بالأمس سنفسر كل ذلك على الخريطة نتكلم في هذه الأيام الأخيرة عن هذه العملية الكبيرة التي تقودها قوات الشرعية في مدرية نهم تحديدا شمال شرقي صنعاء هي التي كثفت اليوم عملياتها من أجل استعادة السيطرة على هذه المدرية نظرا بالفعل لأهميتها الاستراتيجية هنا مدرية نهم على الخريطة نشاهدها في هذا الاتجاه نتحدث عن هذه المدرية منطقة جبلية وعيرة تضم قرى مترامية مساعي قوات الشرعية اليوم تكمن في استعادة مركز هذه المدرية وتطهير ما تبقى من التلال الجبلية المحيطة واستعادتها بالكامل كل ذلك مشاهدين سيمكن قوات الشرعية من التوجه نحو مديرية أرحب من هنا نحو أرحب ومنهم أيضا نحو مديرية نحو مديرية بني حشيش نتحدث عن بني حشيش وأرحب التين تطلن مباشرة على العاصمة صنعاء وكل المواقع العسكرية التابعة للانقلابيين هناك إجماع أن معركة نهم مصرية لكنها تبقى مشاهدين غير كافية للوصول إلى العاصمة صنعاء تحتاج قوات الشرعية إلى فتح أكثر من جبهة وتكثيف الجهود للسيطرة بالفعل هنا على صرواح نتحدث عن صرواح بالتحديد هذه هي صرواح غربي محافظة مأرب والتقدم نحو خولان سيتم بهذه الطريقة إذن نحو خولان الخاضعة بل القريبة والتابعة للعاصمة صنعاء لابد من الذكر أيضا أن جبهات القتال في الجوف لا تقل أهمية عن ما يجري في مديرية نهم والجوف محافظة صحراوية بالتالي تكون فيها كما نشير هنا على الخريطة تكون فيها المعارك غير مكلفة لخلوها من السكان منطقة فارغة بالإضافة إلى قلة الجبال فيها استكمال السيطرة على بقية مناطق الجوف في هذا الاتجاه سيسمح بتأمين الحدود مع السعودية وهنا نرى بوضوح الحدود مع السعودية من جهة الجوف والتوجه إلى صعدة هنا هذه المنطقة بالذات صعدة وهو المعقل الرئيسي للحوثيين ومحافظة أيضا عمران الخاض وهي تأتي هنا في هذا الاتجاه أيضا الخاضعة لسيطرات الحوثيين أردت مهند هنا أن أضع كل هذه المناطق لنرى قربها بالفعل هذه العاصمة العاصمة صنعاء كلها تأتي إلى جانب العاصمة وكل المعارك التي تدور الآن تدور هنا في هذا الاتجاه في محيط العاصمة لربما هي المعارك الأهم منذ بدء المعارك بين الانقلابيين وقوات الشرعية للوصول إلى الهدف المنشود صنعاء واضح شانتال أن الفترات التي توقف فيها المسار السياسي تشتد فيها الأعمال العسكرية والبعض يقول هذا هو المطلوب حتى يؤثر ذلك على تقدم المسار السياسي دعينا نسأل ضيفنا حول هذا الموضوع معي من لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني الدكتور محمد جميح دكتور جميح مرحبا بك معنا من جديد كما أشارنا المسار السياسي توقف أعلن السيد ولد الشيخ أحمد أنه توقف هذا المسار الآن هل نتوقع تصعيد في العمل العسكري الميداني وكيف برأيك سينعكس ذلك على أي مشاورات مستقبلية حول هذه المسألة هو بالطبع عندما ينحبس المسار السياسي لابد أن نتفجر مسار آخر عسكري وهذا ليس خاصا باليمني وأنه يعني شبه نظرية عامة الذي حصل أن المسار السياسي انتهى في الكويت إلى الفشل وإن أحجم ولد الشيخ عن أن يصرح بذلك بشكل مباشر لكن المتابع يرى أن جولة الكويت انتهت للأسف الشديد إلى فشل ذريع ليس لأن ولد الشيخ لم يكن موفدا دوليا ناجحا وليس لأن الإدارة الكويتية لهذه المحادثات أو الاستضافة لم تكن على الشكل المطلوب بل لأن طرفا من الأطراف وهذا بشكل واضح عرقل هذه المحادثات ولم يوقع على وثيقة أتت بها الأمم المتحدة واقترحتها وألزمت بها الطرفين دون أي تعديلات من أجل التوقيع عليها وقعت عليها الحكومة لم يوقع عليها الإنقلابيون انتهت محادثات الكويت إلى هذا الفشل الآن نحن في مدة شهر كما قال ولد الشيخ لكن ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أن ولد الشيخ قال لنا عندما انتهت محادثات بييل بسويسرا التي هي جنيف الثنين قال أن الوفدين سيلت إيماني مرة أخرى بعد شهر ومكثنا ستة أشهر حتى ذهب المتحاورون إلى الكويت لا نعرف بالضبط كم ستأخذ هذه المدة ربما ستتيح القوى الإقليمية والدولية لخيارات عسكرية معينة أن تنضج من أجل التأثير على مسار المفاوضات السياسية في جولة قادمة إن تمت هذه الجولة أو قرر لها أن تنعقد لكن بشكل واضح يبدو أن قوات التحالف الحكومة الشرعية في هذه المرحلة على الأقل وصلوا إلى حالة من اليأس من إنجاز حل سياسي وبالتالي لا أعتقد أن أمامهم إلا التقدم في المسار العسكري بالضغط على العاصمة من الجبهة المباشرة لها في مديرية نهم ومن جبهات أخرى تبعد عنها قليلا في الجوف وفي الصرواح التي لا يزال الحوثيون يسيطرون على أجزاء منها في مأرب وكذلك بمحاولة استنزاف الحوثيين بشكل أكبر في المناطق اليمن الغربي في تعز وغيرها من هذه المناطق يبدو أن راسم هذه السياسة يتغيى من خلال التوسع العسكري الضغط على العاصمة لا ندري إلى أي مدى سيصل الحل العسكري هل سيصل إلى إسقاط العاصمة بالقوة أم سيصل إلى إحكام سيطرة هذا هو السؤال دكتور جميح كما أشهد قبل قليل إنجاز الحل السياسي كما أشهد أن المسار السياسي الذي استمر في الكويت ثلاثة أشهر تقريبا لم يحرز أي تقدم الآن البعض يقول ليس هناك بديل آخر سوى الحسم العسكري في الميدان ما الذي يعيق هذا الحسم برأيك طبعا هناك معيقات كثيرة لهذا الحسم دعونا نقول بكل وضوح أن بقاء القيادة السياسية خارج البلد هو أكبر إعاقة لهذا الحسم العسكري لأنه لا يمكن أن نتصور أن تكون مسؤولاً سياسياً أو عسكرياً ثم تدير الحرب أو تدير العملية السياسية من دولة أخرى مجاورة هي المملكة العربية السعودية لأنك ينبغي أن تكون مغروساً على ترابي الوطن من أجل أن يلتف الناس حولك ومن أجل أن تكون لك قايدة شعبية وحتى أن ذلك ضروري لمعنويات المقاتلين غياب القيادة السياسية وإلى حد ما القيادة العسكرية عن أرض الوطن له بعد سيء جداً وسلبي للغاية على معنويات المقاتلين وعلى توحد فصائل المقاومة وعلى توحد فصائل الجيش الوطني الذي يتشكل حديثاً هذه واحدة الثانية طبعاً لا ننسى أن التضاريس الجبلية وخاصة ونحن نتحدث عن مناطق قريبة من صنعات في نهم وفي غيرها وفي الصرواح أيضاً هذه التضاريس تمنع بشكل كام تقدم أو بشكل صعب تقدم القوات الجيش والحكومة الشرعية كذلك لا ننسى أن الحسين نشروا آلاف الألغام في طريق القوات المتقدمة باتجاه صنعام ثم أن أيضاً واحد من المعيقات الكبرى ورغبة قوات التحالف والحكومة الشرعية بأن لا تدخل العاصمة في حرب طاحنة وهي تحتوي على أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من المواطنين وغيرهم من اليمنين وغيرهم هذه تعد من ضمن العراقي التي يمكن أن تقدم الحل السياسي والحل السياسي على الحل العسكري في هذه المرحلة من مراحل الأزمة في اليمن تعني أسألك دكتور جميح عن الطرف الإنقلابي هذا الطرف الذي ماطل ولم يلتزم بأي من الاتفاقات التي تم توصل إليها على ماذا كان يراهن؟ واضح أنه كان يراهن بأن الحل السياسي لن يأتي بشيء وبالتالي هناك شيء يراهن عليه على ماذا برأيك؟ هو يراهن على الملل وعلى اليأس وعلى تفكك قوات التحالف العربي أو التحالف العربي وعلى أيضاً تفكك وتذكيك قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لكن أنا في تصوري أن القيادة الشرعية أعطت إشارات سلبية للغاية بغيابها عن أرض الوطن شجع الإنقلابيين على أن يقولوا نحن نقاتل على الأرض والتفى حولهم فريق من اليمنيين الذين خدعوا بدعايتهم بأنهم يدافعون عن الوطن وهم إنما يدافعون عن مكاسب سياسية وعن سلطة لا يريدونها أن تضيع منهم لكن بالمجمل الحسابات الخاطئة للإنقلابيين هي التي أوصلت البلاد لما أوصلتها إليه دعني أقول بأن هذه الحسابات الخاطئة هي التي أتت بالإنقلاب وهي التي أتت به من صعدة إلى داخل صنعام وهذه الحسابات الخاطئة هي التي جلبت هذه الحرب وبالتالي نحن لا نتصور أن الحسابات السياسية للإنقلابيين هي حسابات دقيقة وسليمة إنما نحن أمام مجاميع عسكرية ميليشيوية متضخمة وأمام عقل سياسي غير ناضج وإلا لما كنا وصلنا إلى السعداء الإقليم والسعداء العالم في هذه الحرب الخاسرة التي ليست من مصلحة اليمنين ولا من مصلحة الجوار العربي لكن بشكل مختصر أريد أن أقول بأن الحسم إذا ما أريد له أن يتم بالشكل العسكري فإن ذلك يحتم موجود القيادة السياسية لأننا أمام واحدة من الثنتين إما أن تكون على سبيل المثال وزيرا مسؤولا أو أن لا تتعلل بالوضع الأمني المختلف اليمن خوفا على حياتك لما وضعك الناس إذن وزيرا ومسؤولا إذا كنت تخاف على حياتك أترك الأمر لآخر لا يخشى على حياته من الداخل يمكن أن يقوم بالمهمة أما أن تكون وزيرا وأنت في خارج البلاد ولا تكون حاضرا مغروسا على تربة البلد فلا أعتقد أن ذلك سيجدي إما أن تقوم بالمسؤولية أو تتركها في تصوري من أجل إنجاز الحسم العسكري لا بد أن تكون في الداخل شكرا لك دكتور محمد جميح الكاتب والباحث السياسي اليمني كان معنا مباشرة من لندن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر